حان هذا السؤال بيطرح مجموعة من الأسئلة وهو أولا ما قبل عملية الاختيار أو القبول لهذا العرض في البداية هتلاحظ ان كتير جدا بيوافقوا على العرض بدون أدنى قدر من التفاور وده الحقيقة مفهوم ومقبول نوعا ما في حالة ان حضرتك حديث التحرك حتى حدثاء للتخرج احنا الحقيقة لا انصح كثيرا بعملية التفاوض نظرا لانك انت محتاج انك تبدأ مجالك وتبدأ خبرتك في احدى المجالات لكن بالنسبة لشخص خبرة في احدى المجالات وقعت فترة كبيرة والشركات اصبح بتتهافت عليه فمن الاسوأ من ضمن النقاط ان لا تتفاوض ابدا على المرتب وان تقبل بهذا العرض بدون اي منقشة الحقيقة ان الشركات عادة بتعطي المرتب او الجوب اوفر كبداية لبداية التفاوض عادة بيفترضوا ان حضرتك او حضرتك هتقوم بعملية التفاوض على هذا الاجر لكن لما حضرتك بتقبل به بشكل فوري فبيتم طبعا بيبقوا اسعد ناس الـ HR او ادارة المهاد البشرية نظرا لان الحصول على موافقة على التفاوض على المرتب بتحتاج العديد من الاجراءات وانا عاوز اخلص عملية التعيين فبيوافق عليك فورا ولذلك من المهمة كدا انك تعرف ان فكرة التفاوض على المرتب من البداية مهمة جدا علشان تحصل على افضل مرتب ممكن لكن لو كنت حديث الخبرة لا انصح كثيرا بفكرة التفاوض الكثيف خاصة لو انت هتدخل مجال معين انت حابي انت تكمل فيه نظرا لانك هتحصل على خبرة هي بتوازي فلوس جدا هتنتقل بعد كدا ان شاء الله لشركة اكبر وتحصل على المرتب الافضل لك في هذا الامر سبحانك اللهم وبحمدك اشهر انت استغفرك اكتوب ولك لا تنسوا الاشتراك في القناة ولا تنسوا في حالة وجود اي استفسارات يشارفنا رد عليها في التعليقات او على صفحة اسمع على فيسبوك مصطفى عطية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة